السلام عليكم حساب جروع الأطفال اليوم عندنا علاج جديد ديكساميثازون ديكادرون الاسم العلمي ديكساميثازون صوديون فوسفيت الاسم التجاري ديكادرون الشاية ديكادرون يمنع إفراز المواد المسؤولة عن الالتهاب يتم استخدامه في علاج العديد من الحالات منها الحساسية الشديدة الربو ودال انسداد الرئة والمزمن COPD وغيرها من الأمراض والحالات هس شلون نحسب جروعتها للأطفال ملاحظة الكل 10 كيلوغرام نصف سيسي من الديكادرون يعني عندنا هذا ديكساميثازون أو الديكادرون أمبول نصف سيسي لكل 10 كيلوغرام طريقة الإعطاء أدنى 3 طرق لو وريدي لو عضلي لو بالمحلول الوريدي المغذي إذا وريدي يعطى وريدي عن طريق الحقن خلال مدة أقل شيء 3 دقائق يعني 3 دقائق فما فوق ويتخفف بالنورمال سلين ضروري المدة 3 دقائق أقل شيء ويتخفف بالنورمال سلين أو كلوكوز لتسهيل إعطائه ببطء يعطى ببطء لأن الآثار الجانبية مباشرة أو يعطى عضلي أو يعطى عن طريق المحلول الوريدي المغذي في نورمال سلين 100 سي سي خلال وقت 4 ساعة مثال طفل وزن 20 كيلوغرام إجدنا نلطي ديكادرون أمبول أو ديكساميثالزون الجواب عندنا القاعدة ديكادرون أمبول نصف سي سي لكل 10 كيلوغرام بما أنه وزن الطفل 20 كيلوغرام إذن الجرعة إجدت تكون الجرعة راح تكون 1 سي سي ليش قلنا نصف سي سي لكل 10 وزن الطفل 20 كل 10 نص 20 يعني سي سي واحد سي سي كامل سي سي واحد وريديا بعد انخففها بنورمال ساين بعد خلال وقت أقل شي ثلاث دقائق شكرا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة